اليوم تنقدم مخرجات رأي المجلس حول النظم البيئية الغابوية والمغرب عنده واحد رأس مال غابوي مهم جداً فيما يخص التنوع البيولوجي احنا البلاد الثانية في هذا الميدان هذا في الحوض المتوسطي وايضاً فيما يخص التعدد منتع الوظائف منتع الرأس مال الغابوي في المجال البيئة الفلاحات الطاقة السياحة الغابات هي 13% منتع المساحة الإجمالية للمغرب 9 مليون تقريباً هكتار 7 مليون تتعيش في الغابة هي 50% تتعيش في الغابة الغابة تتهم في 1.5% منتع الناتج الداخلي الخام تقريباً 50 ألف منصب شغل قار الغابة تتعطي تقريباً 30% منتع الخشب منتع البناء ولا التي تستعمل في الصناعة والغابة تتعطي أيضاً 17% منتع الأكل منتع الماشية المشكلة هي هذه الغابة تتضهور منتع المجال الغابوي والمساحات الغابوية كل سنة تتمشي 17 ألف هكتار وهذا الشي علاج حيث كان ثلاثة الأسباب الرئيسية السبب الأول هو بالطبع تغييرات الانعكاسة تعتغيرات المناخية كان أيضاً تلك الرعي الجائر السوق باتيغاش ناسي تير عوزاف وكان أيضاً استعمال المفرط منتع الموارد بالغابة الأشجار والنباتات كتر من تلك الحطاب كتر من تلك القدرة على التجدد لكين في الغابات ولهذا طبعاً سننأكدوا بأنه كان أيضاً واحد الجهود التي تبدلت من طرف الدولة من طرف الأجانس الفوري كان واحد استراتيجية لغابات مغرب 2020-2030 اللي عندها واحد نتائج أولية إيجابية ولكن هي بحراب ذات لا يمكن أن يكون تقييم نتائج ديها فالمجليس يقول خصيكون واحد رؤية مشتركة منصقة بين الأطراف المعنية مع إشراك السكنة حيث كان أطراف متعددة في الغابات كان المياه والغابات ولكن كان أيضاً الوزارة الداخلية كان أيضاً الجهات كان أيضاً وزارة السياحة اللي بغي نعمل السياحة البيئية كان أيضاً وزارة التعمير المجال إعادة التعمير إعادة التهيئة متع المجال العام فسناً بدأ يكون هذه الرؤية مشتركة وقلنا كان ثلاثة راكيز راكيز اللولة هي كيفاش السكنة التي تعيش في هذا المجال هذا يمكن أنها تعيش أحسن المجال الثاني هو كيفاش يمكن يكون استثمارات مستدامة لتحقق نمو اقتصادي عن طريق هذه الغابات ولكن راكيز الثالثة هي كيفاش يكون هذا هذا شيء تقدر بواحد طريقة مستدامة كيفاش يكون الغابات تقدر تلعبتك الضور نتعى البيئي تتحفظ على المياه الـ CO2 الديوكسيد الكربون كيفاش يمكن تتقبطو إلى آخره فقد صرحنا عدة اقتراحات ميدانية او الحاجة قلناه يجب أن يكون إعادة ترصانات القانونية قلناه يجب أن تكون واحد المدونة غابوية التي تتجمع وتحين تلك القوانين الموجودة الوعدة نحدو شنو هما الاتزامات وشنو هما الحقوق انتعى المتدخلين شكرا للمشاهدة